جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابية الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة خاصة في قطع غزة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن العاهل الأردني ثمن دعم مصر في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين وأضف متحدث الرئاسة أن الزعيمين تباحث حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العادلة لأهالي القطع محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهددات متنامية ومؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليمي ترجمة نانسي قنقر